بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جعلني الله وإياكم من التابعين لهم بإذن الله ومن أهل الجنة ومن سكان الفردوس الأعلى قلوا آمين يا رب العالمين بتحية الأسلام أحييكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الكرام ومتابعين الأوفياء في كل مكان وفي كل زمان بإذن الله هذا الفيديو كما وعدتكم أنني سأخصصه لتفسير رؤية الحرفيين في المنام ربما يستغرب البعض أو لا يفهم كلامي سأوضح إن شاء الله يكون كل شيء واضح بالنسبة لأنا جمعت ما أقدر أن أجمع هو الأشياء التي لها أهمية في هذا الزمان بكثرة فمثلا أنا قمت بتسجيلهم في ورقة كما ترون مثلا الجزار يعني الحداد الطبيب صاحب الباني مدير البنك الأشياء هذه الجديدة علينا فالأخرى يمكنكم تدخلوا إلى جوجل وتبحثون وتجدون تفسيرات كثيرة جدا لا علينا في كل هذا لكن ركزوا معي إحباب الكرام أنا أعطيكم الرموز فقط كيف ذال؟ فمثلا رأيت الحداد لماذا يرمز؟ أنت رأيت حداد تعرفه مجهول لا يهم المهم هي رمز من عند الله فليس مثلما أنت ربما ترى نفسك أنك تحولت إلى حداد أو نجار ليس كأنك ترى نجارا يعني فرق بينها ورؤية النجار عن العموم تعتبر جيدة لكن فيها تعب ومن يرى نفسه أنه نجار فإنه سيتحمل مشقة وتعب مثلا في معالجة الناس المنافقين والرجال السفهاء أردت أن تكونوا قد فهمتني إخواني المهم أعطيكم الرمز فمثلا أنا نمت رأيت طيارا يقود طائرة لا أعلم من هو فقط هذه رسالة من عند الله لماذا ترمز؟ سنحلهم الآن بإذن الله وعلى فكرة تذكرت والله صاحب الطائرة ليسجل الطيار فعلا نسيتها نبدأ على بركة الله كل الطبيب أو الممرض رؤياه في المنام بشارة خير بشارة بالشفاء بشارة عن المعافاة بشارة بنيل حكمة وبشارة لكل مهموم أو مسحور أو مكروب أو عليه حسد أو مس أو عين فإنه سيشفى منها بإذن الله هذه واحدة نمر إلى الحلاق الحلاق نحن في بلدنا نقول له حجام ونقول له يعني كلمة أخرى ربما هناك من يفهمها بالخطأ لكن لا داعي أن نذكرها والحجام يعني صاحب الحجامة في أغلب الدول العربية قال له حجام والحلاق أيضا يقوم بالحجامة ويقوم في بلدنا نحن بختان الأطفال إلى غير ذلك إذن فرؤية الحجام في المنام بشارة خير لكن تفترق من شخص لآخر فهذا تدل على شفائه ومعافاته والآخر حسب حاله والآخر إذا كان يمتلك مال فللمهموم شفاء من علل كثيرة لأنه ربما يرى أنه يحلق له ذقلة لا يحلقها كلها والذقل إذا وصل إلى السرة أو تدلأ فهي هم وكرب ومشاكل وحياة تعيسة لا علينا في كل هذا المهم الحلاق شفاء للمكروب وتنبيه لصاحب المال والسلطة كيف ذلك؟ فعليه أن يدفع ما عليه يعني عليه أن يدفع حق الناس لأن الحجامة هي خروج الدم والشفاء بإذن الله لكن عليه أن يدفع فإنقاص الشعر هو إنقاص في المال فعليه أن يخرج صدقاته وزكاته لله هذه هي تنبيهات من عند الله وكذلك للشخص الذي يفعل سوء أو ليس على دين الله فعليه أن يحتاط من الفقرين إذا رأى هذا الشخص الحلاق ثم نمر إلى البناء أي الذي يبني لنا البلود جيدة جدا جدا هذه الرؤية كل من يرى بناء وهو أعزب أو عزباء فإنه سيتزوج لا محالة في هذا وإنه إنسان سوف يبني مستقبله واحدة واحدة رويدا رويدا وتدل على رسالة إلهية أنه الله يقول لك اسبر فسوف تنال مرادك سوف أعطيك يا عبدي ما تتمنى لكن البناء إذا رأيناه يعالج بالطين الذي تمسه النار يعني نحن نقولها ككوشة يعني في دونس لدينا منهم يسمعون الآجر العربي الآجر الذي يطهونه في النار فتلك الرؤية غير جيدة ولا تبشر بخير وتدل على فقر والعياذ بالله وتدل على هموم وكربوة لكن البناء العادية الذي يستغل بالإسمنت نراه فهي تدل عن تعب الإنسان وعن نيله وتحقيقه لرغباته بإذن الله هذه بشارة خير الجزار إخواني الجزار إخواني تختلف رؤاه أيضا من شخص لآخر ربما تدل على تقسيم إر ربما تدل على أن الله يقول لك في رسالة اسبر فإن لك في الطيب نصيب وربما تدل على الموت لأن الجزار هو الذي يذبح ويعني على حسب حالة إذا كان الشخص مهموم ومكروب يعاني من الرزق فبشارة خير إذا كان مريض فإن الأولى هو مريض فإنه سيموت إذا كانت له مشاكل قسرية حول الإرث فإنه سيأخذ نصيبه بإذن الله أرجو إخواني أن تكونوا قد فهمتم إلى حد الآن نمر إلى الدهان أي الذي يطلي أو يطلي لنا الجزران والأبواب وغيره رؤياه جيد رؤيا الدخول في حياة جديدة حسب اللون حسب اللون وتغير في حياتنا حسب اللون الذي يطلي به لكن الذي يرى الدهانا في المنام يطلي منزل أو يطلي جدار فعليه أن يكون حذرا من الرياء والنفاق في المستقبل لكن حياةه ستتغير بإذن الله للأفضل سيحس بسعادة لكن إياه والرياء والنفاق والكذب إخواني أرجوكم تركزوا معي جيدا ثم الإسكافي الذي يصلح الأحذية الشخص الذي يرى نفسه أنه يصلح الأحذية وخاصة من الرجال فإنه شخص سيعالج أمور عائلات كثيرة من النساء أي شخص يتعامل كثيرا مع النساء وشخص له معاملات كثيرة ربما في الزواج أو كذا وتتعدد عليه النساء كثيرا وبنفس الشيء للمرأة إذا رأت الإسكافي إذا رأت الإسكافي فإنهم يعني رجال كثيرون يأتونها من طرف شخص واحد لأنه رجل يقدم لها رجال كثيرة لأنهم نساء كثيرة في حياتها سيكونون يعني الإسكافي له عديد الأشياء الطيبة والإسكافي أيضا للمرأة أو الرجل يدل على إصلاح العلاقات بين العائلة وللمطلقة رد بإذن الله إذا رأته أن يصلح لها أو يعني المهم إسكافي وأمامه أحذية فإن أمورها ستيسر بإذن الله جيد إلى حد الآن وأرجو تقولوا قد فهمتم ثم نمر إلى أصحاء الوزراء وأصحاب السلطة والرؤساء يعني وكلهم الجلوس معهم أو رؤيتهم في المنام هذه بشارة على إصابتك خيرا كثير لا تقلقوا في هذه الرؤية فهي بشارة بالخير أما رؤساء البنو أو الذي يتعامل في بنك نقول له نحن في تونس بنكاجي يعني صاحب المال الذي يعطي ويصرف الأموال وغيرها إذا رأينا هذه الرؤية فلنحضر جيدا إخواني نحضر من النفار ونحضر من التحيل يعني لأغلبها لكن فيها رؤى محمودة لصاحب التجار لكن فليحضر جيدا في معاملاته في المستقبل ثم نمر إلى التاجر رأينا التجار الكبار التاجر إذا رأيناه خالي اليدين ليس في يديه شيء فلنسب شير خير ويتدل على عدل وإقامة يعني عدل بين الناس وأن هذا الشخص يأمره الله بالعدل وأنه يعني يحتاط ويعني لا يخاف من أي شيء أتيه في المستقبل لكن عليه بالحضر بعض الشيء من أصحاب السوء لكن تدل عن العدل وتدل عن النجاح في حياته وتيسير الأمور والأرزاق الكثير لكن إذا رأيناه يحمل يعني وزنه أو يحمل شيئا من القماش أو يحمل شيء يعني فيه يخص التجارة ورأيناه في المنام هذا التاجر فلا خير في الرؤية ففيها فقر إخواني وفيها خسارة أموال ركزوا معي جيدا ثم نمر إلى الخباس ورأيناه في المنام تدل على أنه رجل يعني ينال الرزق بكلام كثير وشغب يعني شغبه كثير مشاكله كثيرة في الحياة يعني شخص كيف سأقول لكم ينال المشاكل كثيرة ينال الرزق لكن ينال الشغب إذا رأيناه هاكب الخباز دون هيئة يعني عجن أو نعرفه حقيقة فبشارة خير تدل على نيل الرغبات وتحقيق الأمنيات ومساعدة الناس في المستقبل لكن إذا رأيناه قرب الفرن أو كذا أو كذا فلا خير في الرؤية لماذا؟ لأن كل شيء يتعامل معه النار إلا الحداد كل حرفة تتعامل معها بالنار فهي غير جيدة تدل على المشاكل والفقر وتدل على أيام صعبة جدا ثم الجزارة طرحناه الخباز طرحناه المعلم من أفضل الرؤى عن الإطلاق فإنك ستنال علما إذا رأيت معلما في المنام يعني إذا رأيت معلما في المنام فإن الله سيؤتيك علما ويجب عليك أن لا تكتمه في صدرك أو في قلبك يعني تحذير من عند الله حتى لا تخسر ذلك العلم الله أراك معلما في المنام وقال لك أنا معلم أو أحد الصالحين يعني أو كذا فعليك أن تعلم مما علمي كما يقال عن المعلم قم ووفيه تبجيلا يعني لا أعرف بالضبط يعني هذا البيت الشعري يعني يقول له قم للمعلم ووفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا ما شاء الله على هذه الرؤية كل من رآها فليستبجر سواء المعلم أستاذ يعني أستاذ جامعي كله نفس الشيء لكن مراتب يعلم درجة صغرى يعلم ربما يعطيه الله يعلم الكواكب يعلم الفلك الله أعلم ماذا يكون هذا الشخص حسب حالته ثم الكهربائي الكهربائي إذا رأاه الشخص في المنام فإن الله سينير طريقة سينير دربة أي في حفظ الله لا يتصرف وحتى إن تصرف من يقول لحن في كلمة الفرنسية أرض عقله فلن يتمكن لأن الله يعني تولى لا يخاف من شيء وإن كانت له مشاكل في المنزل فإنها ستحل بإذن الله المشاكل في المنزل ستحل رؤية السام كاري الذي يصلح العيون تعالى الماء ويصلح القصب المائي هو هذا أي يصلح لنا الدورات المائية وكلها هذا خير يدل على يعني رجوع علاقات عائلية رد للمطلقة اتصال للعزبة بإذن الله لأنه يصلح الماء حمل للمتزوجة تأخر حملها لأن الماء يعبر عنه بالجنين في المنام إخواني نكزوا معي جيدا أيضا يدل على رد علاقات رد غائب من سفر وتنبيه للغني بإخراج صدقات عليه أن يخص صدقات وأن يسعد أقاربه لأن الأقربون أولى بالمعروف يعني ذلك الخير يشرب منه الجميع إن شاء الله تكونوا فهمتم السائغ لا خير في رؤية لأنه رجل يسوق الأخبار يعني الكاذبة والسائغ في المنام يبيع الذهب والذهب غير محمود حتى إن باعنا اللؤلؤ فإن اللؤلؤ هو يعني أولاد أو قرآن نحفظه لكن لا نعمل به السائغ رؤياه غير مبشرة بالخير أبدا من مازال لنا الخيار الخيار إذا رأاه الشخص فإنه خخص ما سيصلح بين الناس سيتكلم بالحق وللمطلق رد وللأرمى لزواج وللعزباء ارتباط بإذن الله رسمي لا تخافوا رؤيا الخيار كلها تبشر بالخير ثم قلت الطيار تذكرتها الطيار إخواني شخص ما إذا رأينا فإنه سيكون له غناء بعد فاقر ولد بعد عقم يعني نقول عمل كبير جدا بعد بطالة طويلة هذا هو الطيار الطيار شخص ما سيحق وأهدافا ربما لم يكن يتوقح في حياته أي أخبار مفاجئة وتتحقق فمثلا يقول الشخص يا ليتني أكون وزير وهو يكون عاطل عن العمل يجد فيما فيتحقق له ذلك لأن الله قادر على كل شيء إخواني تقريبا هذا هو هناك صنعة واحدة من الأخير لا تضحك منها وهي صنعة السارق والعياذ بالله السارق تقومت عن المهم أو الراعي له لا يعطيه حقا فتقطع يد الولي لا علينا في هذا الكلام السارق في المنام إذا رأينا ولما تعرف عنه فهو موت فهذا ملك الموت قادم إذا تعرفنا عن السارق وأمسكنا به في المنام أو كذا جاهدنا فنحضر من عمل ما معمول لكن إن أمسكنا به وظفرنا به فبإذن الله رد حقوق لأصحابه إن لم نمسك به فالله يعوض علينا والله يرزقنا الخير من غيرها بإذن الله هذا هو أخواني ما استطعت أن أجمعه لكم بصفة عامة هذا هو وما ليس لدي أفكار كثيرة جدا والله حاولت تسجيلهم حتى لا أنسى منهم شيء لا يوجد شيء آخر كل من له تساؤل يطرح عني في تعليق بالنسبة للرؤى والأحلام الواردة في القناة تفسر غدا بعد الغد بإذن الله يعني أكثر تقدير لأن العريض يضغوطات لم أعد أرد عن الواتساب كثيرا حتى قد انترك لي رسالة فأعتذر منه لأنه بصراحة لم أعد أستطيع إخواني فلدي مشاكل في منزلي وأصبحت يعني توتر في العلاقات لا أستطيع بصراحة أن أرد عن الجميع وكل شخص يبعث لي يتذكر دائما أن له ناس آخرون إخوة يبعثون أيضا فالشخص عندما يبعث لي يظن نفس أنه هو وحده يكلمني لكن بعده مئة وقريبا يكون غيره ينتظرون مئة ينتظرون فأجيب عن الذين أستطيع ولا الذين لم أستطيع أن أجيب عنهم ربنا يوفقنا نجيب عن الجميع لا مذبية أقولها وأتمنى أن أجيب عنكم جميع لكن لا أستطيع بصراحة إخواني حتى في البث المباشر لا أستطيع أن أجيب عن الجميع لكن أحاول إرضاءكم فإرضاء الناس غير صعبة جدا لهذا نحاول مع بعضنا أنتم ساعدوني كيف تساعدوني لا تطرحوا عني رؤية يعني في البث المباشر أكثر من ثلاثة أربعة كل واحد لديه رؤية اثنين يطرحها فسرت له في قناة أخرى لماذا يطرحها عني يعني إن شاء الله أجيبه بإذن الله لكن لا تكثروا من الرؤى والشخص الذي يكتب كثيرا أنا لن أجيبه من هنا وصاعدا لماذا لأنني أكره يعني كثرة الكتابة وراء بعضها يكتب ثم يكتب يكتب رؤية عشرين مرة أخي أو أختي أنا أمشي بالترتيب وصل وقت رؤيك أي وصلت إليها وفقا لله أفسرها مباشرة هذا هو ما سأستطيع أن أضيف إليكم الآن على أمل إن شاء الله إن بقنا على قيد الحياة وأعطنا الله طول العمر هذه الليلة سيكون لنا بث مباشر على مدار ساعتين كما قلت لكم في الفيديو السابق لم يبقى لأي شيء أقوله إلا أن أستودعكم الله الذي لتضيع ودائع دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته